يحتفل العالم في السابع عشر من يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار للأرض قيمة حقيقية استثمرها من أجل تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمواطنين الذين يمكنهم من خلال أنماط الاستهلاك التي يتبعونها بينما يتعرض أكثر من 250 مليون شخص لتأثر مباشرة بالتصحر ويتعرض نحو بليون شخص لأكثر من 100 بلد للخطر يحتفل العالم في السابع عشر من حزيران يونيو كل عام باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سويا لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبدولة في هذا المجال يوم تحاول فيه الأمم المتحدة كل عام أن تلفت الانتباه إلى أهمية الأرض بالنسبة لكل الكائنة الحية كذلك إلى المياه التي تمثل المصدر الأساسية للحياة لذا تسعى الأمم المتحدة إلى جعل هذه المناسبة فرصة للتذكير بأن أهداف الألفية يمكن تحقيقها خاصة الحد من تدهور الأراضي واستغلال المساحات الأرضية بطريقة تضمن سلامة الأراضي ودوامها وصلاحيتها لنا وللأجيال المقبلة المتحدة بالمناسبة هذا العام تحت شعار للأرض قيمة حقيقية استثمرها مؤكدة على أن خياراتنا هي التي تحدد السيناريوهات المستقبلية لتحقيق النمو المستدام وهو ما جعلها تحوث من خلال حملة اليوم العالمي لمكافحة التصحر لعام 2018 على الابتعاد عن استخدام الأراضي استخداما غير مستدام ودعت إلى العمل على أحداث فرق من خلال الاستثمار في مستقبل الأرض يشار إلى أن التصحر ظاهرة تصنف بين أكبر التحديات البيئية في عصرنا ولكن معظم الناس لم يسمعوا عنها أو لا يفهمونها وعلى الرغم من أن التصحر يمكن أن يشمل تعدي الكثبان الرملية على الأرض إلا أنه لا يشير إلى تقدم الصحاري وبدلا من ذلك فإن السبب في تقدم الصحاري هو التدهور المستمر للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة بسبب الأنشطة البشرية وتغير المناخ فهل سنع يوما أهمية الأرض وكيفية استخدامها بطرق سليما من أجلنا بداية ومن أجل أبنائنا لاحقا؟